بحر الصين الجنوبي ساحة التوطر الجديد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية القوات المسلحة الصينية تبعد سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الصينية بالقرب من جزر باراسل وفق بيان تيكي في المقابل واشنطن تحذر الصين من أن أي هجوم على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى تفعيل معاهدة مبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين عام 1951 للدفاع المشترك فهل يشهد بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بيكين بالسيادة على معظم مياهه تصعيداً أمريكياً صينياً؟ مزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معنا من الشارقة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشارقة الدكتور شوجين تشاي ومن واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هيدسون ريتشارد وايتس أهلاً وسهلاً بكما ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد شوجين تشاي من الشارقة هل نحن أمام نذر احتكاك بين الصين والولايات المتحدة على خلقية هذه الحادثة في بحر الصين الجنوبي؟ لا بكل تأكيد هذا ليس نزاعاً ولن يصل إلى مواجهة فالأمر يتعلق بعرض أو لإظهار بإرادة الولايات المتحدة لحديثها عما تقول بأنه حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وعرض أيضاً من الجانب الصيني بأننا سنحمي مصالحنا القومية وسيادتنا البحرية في بحر الصين الجنوبي إذن هذا ليس نزاعاً عسكرياً أعتقد بأنه جاء في وقت حيث إنه في الذكرى الخمسين لذلك التحكيم الذي كان من المحكمة الدولية والذي قضى بين الصين والفلبين ولكن الصين طبعاً لم تعترف بذلك وبذلك الحكم وكما قال الناطق الرسمي للوزارة الخارجية الصينية فهذا غير مشروع وإنه استفزاز من الولايات المتحدة سيد ويتز إبعاد سفينة أمريكية من بحر الصين الجنوبي ما الذي يمثل بالنسبة للجانب الأمريكي؟ دعونا فقط نكون واضحين بشأن ما يقوله الصينيون وما حدث لإخراج تلك السفينة سواء كان ذلك حقيقة أم لا ولكن ما هو لدينا الآن هو أن الصين طبعاً استغلت زيادة قوتها العسكرية لتدعي وتزعم والذي زعمته على مدى عقود وتحاول تطبيق ذلك ثم رأينا الولايات المتحدة تحاول أن تعمل مع شركائها بالقرب من سواحل الصين لمواجهة ذلك ورأينا الصين وهي ترسل سفناً أكثر فأكثر إلى المنطقة وبعضها حتى عسكرية وسفن صيد ولكنها سفن تجسسية والولايات المتحدة أيضاً تقود هناك أو ترسل سفناً هناك للمراقبة وحين تكون هناك الحوادث بين السفن فأنا لا أتفق مع ما قاله طبعاً الضيف الآخر بأن هذا لن يؤدي إلى حرب لأن الصينيين أذكياء بشأن توسعهم ولا يريدون أن يدخلوا فيما فعله مثلاً صدام حسين باحتلاله لأراضي أخرى فهذا طبعاً أعتقد بأن الصين تحاول أن تظهر نفسها بأنها أذكى ويأملون بأنهم سيسيطرون على الأراضي رويداً رويداً سيد شاوجينج استمعت لما قاله سيد وايتس وأن الصين ربما تخطئ الحسابات حينما تعتقد أن هذه المحاولة لبعد هذه السفينة قد لا تأتي بنتائج عكسية وبالتالي شرارة الحرب قد تندلع في أي لحظة ما رأيك؟ حسناً أنا نعم أنا أتفق مع البروفيسور ريتشارد بأن الصين طبعاً قد مارست ضبط النفس وحتى ربما بطريقة باطئة حتى لا تستفز مباشرة رداً من الولايات المتحدة رداً قوياً إذا قارننا القدرات في بحر الصين الجنوبي وحتى بالنسبة للصين فالجيش الصيني هناك لا يمكن أن يقارن بالقوة الأمريكية طبعاً لقد ذكر اليوم بأنه لم تكن طبعاً حاملة طائرات تلك السفينة أعتقد بأنها سفينة حربية وكانت سريعة جداً وكان هناك احتمال كبير بأنها كانت سفينة أمريكية عادية ربما ولكن الصينيين بعثوا عشرين أو ثلاثين طائرة لطبعاً تقوم بتدريبات هناك إذن لم يكن هناك احتكاك مباشر وأظن بأن نية الطرفين ربما متقاربة فالولايات المتحدة تود أن تقول بأن هذه مياه دولية ونحن علينا أن نحترم القانون الدولي وأن الصين عليها أن لا تغير الوضع هناك في تلك المياه ولكن الصين قالت بأن لدينا طبعاً حقوقاً تاريخية وقوية في بحر الصين الجنوبي والأمريكيون هم الذين يستفزون الصين وأيضاً يحاولون زعزعة الاستقرار في بحر الصين الجنوبي وخاصة في هذه المرحلة حيث إنهم طبعاً يشجعون الدول الأسيوية مثل الفلبين وغيرها ليقفوا في وجه الصين في تلك المياه وطبعاً حتى الوزير بلينكين قال إن الولايات المتحدة ستحترم وإن الولايات المتحدة وطبعاً معاهدة الدفاع المشترك بين الفلبين والولايات المتحدة لو أن الصين هجمت الفلبين أو السفن الفلبينية فستفعلها والصين طبعاً ستكون غاضبة بشأن هذا الإعلان الأمريكي فالصين طبعاً بكل تأكيد لن تضر وتهاجم أي دوة أخرى والصين لديها طبعاً نزاع فقط فيما يخص الصيد وهذه القضايا بين الأسيويين والصينيين والعلاقة لها بالولايات المتحدة إذن هذا هو النزاع والتوترات بين الصين والولايات المتحدة سيد ويتز كما يقول لك ضيفي هناك بعض المشاكل المتعلقة بالصيد وهي تخص الأسيويين ولا علاقة للولايات المتحدة بما يجري هناك لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية على تفعيل هذه الاتفاقيات خصوصاً حينما ذكرت الجانب الفلبيني؟ أظن بأنه لأن الدول المجاورة للصين العديد منها تريد أن تكون الولايات المتحدة حاضرة هناك وهذا مشابه لبعض الدول في الخليج العربي التي تريد أن يكون الولايات المتحدة حضور لردع إيران أو بعض الدول الأوروبية تريد حضور الأمريكي لمواجهة روسيا الولايات المتحدة لديها خمس تحالفات بحرية في المحيط الهاد مع كوريا الجانوبية واليابان والفلبين وأستراليا ودولة أخرى نسيتها ولكن هذه المعاهدات تتطلب من الولايات المتحدة في العديد من حالات تايلاند تايلاند هي الدولة الأخرى من الولايات المتحدة أن تدعمها إذا هجمت وتقف معها وبكل تأكيد هذا قد أضعف مثلاً تايلاند حيث أصبحت الآن قريبة من الصين وذلك الحرف قد ضعف وهي لا تريد أن تقف في وجه الصين وربما هذا سيتغير ولكن الولايات المتحدة عليها تعهدات ومعاهدات وأيضاً طبعاً هذه طريق ملاحية مهمة في الاقتصاد العالمي وهي مهمة أيضاً لدول الشرق الأوسط حيث إن الكثير من نفطها والبضائع الأخرى تمر عبر بحر الصين إذن لو حدث شيء هناك ليعرقل الملاحة هناك فهذا سيضر الجميع ولهذا فالولايات المتحدة تسر على أنها ستحاول على أن تبقي كما تقول المياه الدولية والتي ليست في أيدي الصين وتكون مفتوحة للملاحة الحرة طيب سيد ويتز ألا يفترض على الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك هذا الأمر إلى التحكيم الدولي حل المشاكل بين الصين والدول الأسيوية الصغيرة هناك وأن لا تقوم باستفزازات كما يقول الجانب الصيني وبالتالي يوتر الوضع أكثر مما هو عليه اليوم طبعا هذا سيكون رائعا لو أن كل الدول طبعا تبعت قرار المحكمة الدولية ولكن قررت المحكمة الدولية بأن مزاعم الصين بمسيطرتها على ما هو وراء الآن في هذه الخارطة والذي يظهر طبعا معظم المحيط وحتى العديد من الأراضي قريبة من فييتنام والفلبينز الصين تقول إنها تابعة لها لو أن الصين اعترفت بحكم المحكمة لم تكن هذه المشكلة لتوجد وكما قال الضيف إن الحكومة الصينية لا تعترف بحكم المحكمة الدولية لذلك لا يمكن أن نعتمد على المحكمة ولذلك الولايات المتحدة تحاول أن تلعب ذلك الدور هناك دول طبعا جنوب شرق آسيا تواجه قرارا صعبا هي لا يمكن أن تقف أمام الصين فانفراديا ولم تكن قادرة أيضا على تجميع كل قواها لأن بعض الدول هي أقرب للصين وتريد أن تتجنب طبعا مواجهة مع الصين إذن الولايات المتحدة ينظر إليها بأنها التي تعمل الاستقرار سيد شاوجينغ كيف نفسر عدم إذعان الصين للقرارات الدولية فيما يتعلق بالممرات المائية هناك حل هذه المشكلات بشكل قانوني بدل اللجوء إلى القوة كما قال الدكتور وايتس فإن نعم الصين لم تشارك ولم تدرك ولم توافق على طبعا حكم المحكمة الدولية بشأن بحر الصين الجنوبي وكان ذلك في 2016 لماذا؟ لأن هذا جزء من القانون الدولي فهناك القانون المياه الدولية والصين تعتمد على ذلك وهي لا تعرقل الملاحة ولكن حتى تلجأ الدولتان وتتبع قرار المحكمة الدولية فالدولتان عليهم أن توافق وأن تعترف بالمشروعية المحكمة ثم تعترف بالحكم ولكن الصين لم تفعل ذلك الصين حتى لم تذهب إلى المحكمة وهذا يعني بأن هذا الحكم وهذا القرار لا ينطبق على الصين وثانيا الصين تسر على أن هناك معاهدة أو حكما بين الدول الأسيوية والصين لأنه كما يقال قانون المعاملة أو ما يسمى قانون المعاملة بين دول المحيطة ببحر الصين الجنوبي في 1994 و95 والصين قالت بأننا ينبغي أن نتبع ذلك وليس المحكمة الدولية وأيضا الصين قالت حسنا انظروا إلى الولايات المتحدة التي تتدخل هنا الولايات المتحدة ليست موقعة على معاهدة المياه الدولية إذن كيف يمكن لها أن توجه أصابع الاتهام للصين وتطلب من الدول الأخرى أن تضغط على الصين طبقا لقرار الدولي وكما ذكرتم نعم طبعا هذا الأمر يثير طبعا انتباه العديد من الدول حتى منطقة الشرق الأوسط لكن الصين تقول بأننا حتى ونحن نقول إن هذه أراضي تابعة لنا ولكننا لن نختلق المشاكل إنها مفتوحة ومسالمة وآمنة ولكن الولايات المتحدة هي التي تسحب السفن الصينية هناك وهي التي تختلق المشاكل إذن أعتقد أن هذا هو محل النزاع بين كل الأطراف وما يحدث هنا وكما قلت علي أن أذكر أيضا بأن الموقف الرسمي للصين هو بأنها ستضمن بأن السلام وحرية الملاحة لكل السفن ستكون في بحر الصين الجنوبي دعنا ننهي بهذا التفاؤل المهم جدا سيد شاوجينغ وأسأل هنا سيد وايتز إلى متى ستبقى هذه التهديدات وتصعيد هذه الخلافات في منطقة بحر الصين الجنوبي متى يمكن أن ينتهي التوتر برأيك فقط سريعا حتى أقول إذا كنت وقعي سيد وايتز ولكن تفضل حسنا نعم طبعا لدي نفس الرؤية كما قال سيد شاي فإذا استمر هذا الأمر إلى الأبد أنا لا أأمل ذلك ولكن لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى حرب أنا قلق أكثر بشأن تايوان أكثر من بحر الصين الجنوبي أو بحر الشرقي للصين هذه التوترات يمكن معالجتها ولكن دائما هناك ربما سوء حسابات ويمكن أن تبدأ الحرب ولكنني لست متفائلا كثيرا سيد شاوجينغ هو قلق بشأن تايوان هناك أيضا مشكلة مع بروناي مع ماليزيا فيتنام والفليبين كما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل اتفاقية الدفاع المشترك متى تنتهي هذه المشكلات مع هذه الدول المجتمعة ومع الجانب الأمريكي متى يمكن أن تنتهي هذه المشكلات برأيك؟ من المنظور الصيني حين تعترف الولايات المتحدة بحقيقة أن هذه الأراضي تعود إلى الصين وتعترف بأن الصين هي دولة خيرة ومقاربة للقوة الأمريكية ومعادلة لها حتى فهذا سيخلق توازنا والولايات المتحدة طبعا لن تدفع الدول الأخرى أو لن تدفع الصين إلى تغيير سلوكها في بحر الصين الجنوبي وربما هذا كان ربما منظورا تشاؤميا ولكن الصين حين يمكن أن تصل إلى التنافس مع الولايات المتحدة ولكن إذا كنتم تتبعون المنظور الليبرالي فإننا نتوقع بأن الصين والولايات المتحدة ستلجآن إلى القانون الدولي والمفاوضات الثنائية لحل هذه النزاعات والخلافات لأن لدينا العديد من الأشياء التي يمكننا العمل عليها معا ونواجه التحديات معا ودعونا نتوقف عن خلق المشاكل في بحر الصين الجنوبي ونتوصل إلى اتفاقية شكرا جزيلا لك دكتور شاوجينغ تشاي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشارقة كنت معنا من إمارة الشارقة وأشكر أيضا ريتشارد وايتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك